كثيراً ما حدثتكم في برامجي السابقة عن حركة التأريخ وعن سرعة حركة التأريخ ومن أننا إذا ما درسنا تأريخ البشرية فإننا سنجد أن حركة التأريخ كانت بطيئة وبطيئة جداً في القرون الماضية لكن منذ بداية القرن العشرين الميلادي تغيرت حركة التأريخ ودخلنا في عصر أشير إليه في ثقافة العترة بأنه عصر التقارب وإنما صار العصر عصر تقارب بسبب السرعة في حركة الأحداث وبسبب السرعة في كل شيء من حولنا ومن هنا فإنني أثبتت أهم هذه الإرهاصات أولاً حين دخلنا في عصر السرعة يمكننا أن نجعل نقطة واضحة لبداية عصر السرعة بعد أن اخترعت السيارة وما ترتب على ذلك في بداية القرن العشرين نحن دخلنا في عصر السرعة وأخذت هذه السرعة تزداد شيئاً فشيئاً الحرب العالمية الثانية ويمكنكم أن تقارنوا بين التكنولوجيا التي كانت موجودة أيام الحرب العالمية الأولى والتي تطورت بعد ذلك في أيام الحرب العالمية الثانية فبداية عصر السرعة كانت في أوائل القرن العشرين الميلادي وأخذت هذه السرعة تزداد شيئاً فشيئاً على مستوى التكنولوجيا على مستوى الزراعة والصناعة على مستوى الأحداث العسكرية والسياسية السرعة والحركة السريعة في جميع الاتجاهات أصبحت حياة الإنسان سريعة وسريعة جداً لكننا في النصف الثاني من القرن العشرين أصبنا بجنون السرعة أصبح الإنسان مجنوناً بالسرعة فالسرعة بدأت في بدايات القرن العشرين وازدادت شيئاً فشيئاً إلى منتصف القرن العشرين ومن منتصف القرن العشرين إلى نهايته كان الإنسان مجنوناً بالسرعة فمن السرعة إلى جنون السرعة لكننا حينما دخلنا في القرن الحادي والعشرين وها نحن اقتربنا من أن نتجاوز ربعه الأول تحولنا إلى حالة جديدة إلى السرعة المجنونة إذا كان الإنسان في النصف الثاني من القرن العشرين كان مجنوناً بالسرعة أصبحت السرعة مجنونةً فإن جنون الإنسان تلاشى أصبحت السرعة سرعة مجنونةً والأمر لازال يتمادى ويتمادى عصر السرعة وهو عصر التقارب العالم تقارب واقتربت الأجزاء البعيدة واقترب الناس من بعضهم واقتربت الشعوب من بعضها بغض النظر أكانوا يقتربون على صفاء ووفاء أم أن الأمر لا يكون هكذا إرهاص مهم لم يكن قد مر في تأريخ البشرية منذ أن عرفنا تأريخ البشرية هذا الإرهاص يخبرنا أن الدنيا تغيرت وأننا مقبلون على شيء كبير ولازالت السرعة تتمادى وتتمادى الإرهاص الثاني إننا في القرن العشرين وإلى يومنا هذا جربنا أتحدث عن البشر جربنا كل شيء البشرية جربت جربت كل شيء على مستوى الحكومات على مستوى الفلسفات على مستوى التشكيلات والتنظيمات أكانت سياسية أكانت اجتماعية أكانت دينية أكانت أكانت جربنا كل شيء جربنا كل الأطعمة وكل الأشربة لم يمر في تاريخ البشرية عصر كعصر التجارب هذا إلى الحد الذي فإن البشرية قد وصلت إلى حالة لا مبالاة نحن نعيش هنا في البلاد الغربية وأنا شخصيا أتابع ما يجري في العالم الغربي بنحو عام الشعوب في العالم الغربي فقدت ثقتها بالحكومات لماذا؟ لأنها جربت وجربت الشعوب في العالم الغربي فقدت ثقتها بالإعلام كان الإعلام مقدسا في الستينات والسبعينات كان الإعلام مقدسا عند الغربيين في أيامنا هذه صار الإعلام جهة لا يوثق بها الشعوب الغربية فقدت ثقتها التي كانت في يوم من الأيام ثقة مطلقة بحكوماتها الشعوب الغربية فقدت ثقتها بحكوماتها وفقدت ثقتها بإعلامها وفقدت ثقتها بنظام الحياة وهذا هو الذي يعزف على أوتاره ترامب في رئاسته السابقة وفي حملته الانتخابية الحاضرة الشعوب الغربية فقدت الثقة بحكوماتها وبإعلامها وبنظام حياتها مما جعلها تفقد الثقة بنفسها ولذا فهي لا تبالي هناك الكثير من الأحداث التي تجري في البلاد الغربية لو كانت قجرت في الستينات في السبعينات وحتى في الثمانينات لقامت الدنيا هنا في الغرب وما قعدت ولكن الأحداث تجري والناس لا يعبؤون بها لأنهم فقدوا الثقة بالحكومة والإعلام وبالنظام مما أدى بهم إلى أن يفقدوا الثقة بأنفسهم ودخلوا في حالة اللامبالات هذا مثال مثال عن الذي قلته قبل قليل من أن البشرية جربت وجربت كل شيء وهذا الأمر لم يكن قد جرى في القرون الماضية قبل القرن العشرين الميلادي والذي ساهم مساهمة قوية وواسعة هو هذا التقارب في معرفة نتائج التجارب فعصر السرعة الذي هو عصر التقارب هو هو عصر التجارب حيث جربت البشرية كل شيء ووصلت إلى حافات بدأ اليأس يتسرب منها إليها الإرهاص الثالث هيمنة منطق حق القوة هناك قوة الحق وهناك منطق مبني على قوة الحق هذا المنطق أصبح في عالم النسيان المنطق الذي يحكم العالم هو المنطق الذي تبتني أسسه على حق القوة الحق مع الأقوياء وأدى هذا إلى ضياع الموازين ولذا دائما الدول الضعيفة المجموعات الضعيفة حينما تنتقد الأقوياء يقولون من أنهم يكيلون بمكيالين ضياع الموازين وهذا الأمر يجري في جميع الاتجاهات في الاتجاهات العسكرية السياسية الاقتصادية الإعلامية والاجتماعية هيمنة بهذا الشكل لم تكن قد مرت على البشر لماذا؟ لأن البشر ما كانوا متقاربين كالتقارب الذي نعيشه في زماننا هذا البشر كانوا أمما متفرقة وربما تعيش القبائل في جهة من جهات هذا العالم لا يعلم أحد عنها في الجهات الأخرى المختلفة من العالم نفسه إذن الإرهاص الثالث هيمنة منطق حق القوة الحق مع الأقوياء دائما أما الضعفاء فترغم آنافهم الإرهاص الرابع هيمنة الإعلام بكل أشكاله الإعلام أشكاله كثيرة جدا أنا لا أريد أن أخوض في التفاصيل لأن الخوض في التفاصيل سيجعلني محتاجاً للعديد من الحلقات كي أتوغل في كل معطيات تلك التفاصيل هيمنة الإعلام بكل أشكاله على العقل البشري الجمعي بنحو لم يسبق له مثيل لم يكن في تأريخ البشرية شيء من الإعلام كالذي عندها في زماننا الحاضر وهذا بدأ بالتدريج منذ بدايات القرن العشرين تدرج شيئاً فشيئاً حتى وصلنا إلى إمبراطورية الإعلام العالمية المخيفة المرعبة وهذه الإرهاصات يرتبط بعضها بالبعض الآخر فمن عصر السرعة إلى عصر التجارب البشرية الهائلة إلى هيمنة منطق حق القوة إلى هيمنة الإعلام بكل أشكاله على العقل البشري الجمعي بنحو لم يسبق له مثيل نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر